نادر مطر كيفك؟ هلو اشتقتلك؟ نادر كم مرة مجوز؟ انت حاطت كاميرا فقراسي أو شو؟ يعني كيف تعرف هالخبريات؟ نحن طموحنا أنه أول شي ناخد دورة إن شاء الله والهدف في سنة الجاي أنه نقدر نجيب آسيا إذا سجلت هدف في ماتش بكرة ضد النجمة رح تحتفيل معقول ترجع عن نجمة؟ صحيح أنك ما بتعرف تقرأ؟ عربي؟ تعطيها لأصحابك اللي يترجمو لك إيها؟ مصبوطة العلوية شو هي؟ العلوية العلوية للأنصار العلوية للأنصار عادة؟ عادة؟ بدي أعرف من وين جبتهم اللي هو المعلومات كلها كيف تشوف ترتيب أول ثلاثة بآخر الدورة؟ إذا أنت بدك تصوت لأفضل لاعب لبناني هالموسم؟ مين؟ ما بدي أحكي عنه بس لا أبيض رميدي أسود أنا كنت حابب ضل مع النجمة كنت مبسوط بالنجمة لا بدك تعطيني مصرياتي ولا بدك تعطيني أم داردي شو شو أنا كيف بدي يعيش يعني بدي ضل قعد بالبات هيك؟ موسيقى 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 نادر مطر كيفك؟ موسيقى 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 لأنه في كتار ما بيعرفوا بس أول شي أنا كتير مبسوط لأنه هيدا أول بودكاست لألك مصبت أنت مطالع أبدا ببودكاست لا كل مرة مؤابلات مؤابلات وبودكاست لا بس مرتاح مرتاح؟ طب خبرني كيف هالكومبينيشن زابطة خلقت بساح العاج أنت بالكود يفور أمك مغربية بالمغرب بيك شغله بأنجولا وأنت عم تلعب بلبنين وعشت بإسبانيا وعشت بالبورتوغال خبرني هالخبرية كلها كيف؟ حياتي أنو خلقان بالكود يفور مت ما قلت بيك أنو لبناني أمي مغربية كان بيك أول شي كان بيشتغل بالكود يفور مش هناك خلقان هونيك عشت شي تسعة سنين بالكود يفور بعضين صرت الحرب يعني فلينا أنا وأمي وأخواتي رجعنا على المغرب بي راح أونغولا ليرجى يبلش شغل جديد ومن كودي فوقار على المغرب من المغرب رجعت أونغولا من أونغولا على بورتوغال بورتوغال إسبانيا رجعت إسبانيا بورتوغال بعدين رحت على المغرب وحلا صليت مسيرة طويلة رح نحكي عنا ورح نحكي عن الاندي يلي لعبت معا يعني كان بإسبانيا كان بالبورتوغال ووصولا للبنان بس خبرني قصتك مع رقم أربعة ليش نمبر فور يعني أنو رقم أربعة جمالا ما بيوحي لاعب يكون بمنتصف الملعب يعني أنا رقم غريب يعني كل عيبي بيولولي يعني ليه رقم أربعة ليه رقم أربعة بلشت بالأونغولا كنت أنا ورفقاتي وهيدا النهار يعني كنا ببيتي بدنا روح عن رفيقي طلبنا التاكسي كانت ساعة كلاتة ناطرين تاكسي هو بدو ياخد يعني مفروض ياخد ربع ساعة ليوصل عندي على البيت أوكي أخد ماوشي ساعة وشوي إيجا على ساعة أربعة واربعة يعني متل ما عم قلك ورقم للتاكسي كان فور 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 طلعنا بالسيارة رحنا عن بيت رفيقي عدينا نهار كله و وبلشنا نلعب بلاستيشن يعني بعدنا صغار يعني عمري 12 ونلعب بلاستيشن ونلعب بلاستيشن ونلعب دودت رفيقي وخلص الماتش أربعة أربعة فما بعرف من هذا النهار حصيت أنه حصيت أنه وين ما بروح بدل شوف رقم أربعة رقم أربعة رقم أربعة يعني هيك يعني شي فضلت رقم أربعة براسي ماي لكي نمبر فأيان هيك مش أنه شي مش أنه خلقان عربعة وشي بس أنه خلص أوقات ما هو اللكي نمبر بيجي هيك بيجي هيك يا بيكون مثل الأعلى لاعب معي كان هو صغير يحبه بيلبس رقم معي أو بالصدفة بيصير معه شي طيب شرح لي بيك اسمه شاربل ايه مظبط شاربل شو بلاش تضحك نابشك كلك أنا بيك اسمه شاربل بتعيد إيستر بتصوم ع رمضان بتكون بمجاليس العزة بعشورة هاي متن بتعيد إنت ايه بي مسيحي أمي مسلمة يعني أنا مش خلقان بعيلي أنه بتعلم بالدين يعني 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 بعرف بي مسيحي أمي مسلمة أنا أنا وصغير بي وأمي يعلموني يعني واحترم الناس أكون منيح مع الكل هيدا أهم شي بالحياة فما عندي شي ضد لا ضد هيدا ولا ضد هيدا ورفقاتي هون بلبنان بيعرفوني يعني بس بأي عيد بتعيد كل أعياد أنا بكلهم يعني إذا بقدر عيد كلهم يعني بكون مع رفقاتي إذا هيدا مثلا مروح منتخب مثلا مروح على العراق يعني عنا ماتش هونيك بالعراق راحين على كربلا لعيبي بدون يروحوا يزوروا بتزور؟ بتزور ما عندي مشكلة حابة تعلم كل شي رحنا على السعودية هيدا عملت ضجة مع واتما رحنا مع النجمة بألفين وثمانتاش رحنا على السعودية كان عنا تورنمنت هونيك خلصنا التورنمنت لعيبي بدون يروحوا على المكة فقالتلهم بدي روح معكم لأ ما فيك لأنه بي مسيحي ما فيه بوقتها اللي فهمت المسيحيين ما فيهم يفوتوا على مكة بس لتلهم أنه بقدر فيه يفوت بالباسبور المغربي مسلمي إذا أنت معك باسبور المغربي بتعتبر أنت مسلم صح فراحت عملت معهم صليت معهم وكل شي ورجعنا على لبنان وعملت ضجة كيف نادر فات على مكة وليا وهاك وأنت على أساس مسيحي مين قال لكم أنا مسيحي ومسلم أو ولا شي أنا لبناني أنا لبناني بس طب نادر أنت عشت بالبرتغال عشت بإسبانيا إذا صار لك هك أنت تختار وين حبيت العيشة أكتر شي أكتر شي بمدريد عشت ثلاثة سنين ونص بمدريد وبنسبة للي أجمل مدينة بالعالم يعني ارتحت العالم بحبوا الأجانب ومدينة حلوة يعني الأكل طيب الجو فوتبول حلو بتعرف المدريد أو تيتيكو برسلون فحبيت مدريد كتير نادر كم مرة مجوز مرتين على أول مرة أول مرة كانت هيك يعني مش أنه جواز يعني أنه بتعرف أنه المرتين مع الأول واحدة مغربية تانية واحدة مغربية لأنه هي مسلمة يعني ما فيها تيجي تعيش معي كان صاحبتي مي جورفرين وأنا بوقتها كنت بالمغرب وبدي جي على لبنان فتعرف ما فيها تقول لعائلتان وبدي روح عايش مع صاحبتي ومدريش ضل معي هون يعني ما بي فقلت لأنه خلص بدنا نتجوز وبديك تيجي معي فتجوزنا بس ما عملنا العرس الأول شي أنه تجوزنا هيك عملنا لوراق وإجت عايشت معي هون سنتين وبعدين طلقنا ورجعت جوزت بعد أربع سنين بعد أربع سنين لا بعد ثلاث سنين ورجعت طلقت من شوي من فترة يعني رح نحكي بيرسونل أكتر بعد شوي إشي مهدومة وبالدحك بس خلينا نحكي شوي لهلأ عن مسيرة الأنصار أنت هلأ بيخلص عقدك مع الأنصار أنا عرفت العصفورة خبرتني أنه كان لك قاعدة من يومين مع الأنصار أول أنت حطت كاميرا فقراسي أو شو يعني كيف تعرف هالخبريات ما فهمت عرفت أنا أنه عادت أنت وياهون أول قاعدة قدموا لك أول عرض وبعد حكي لهلأ بعد ما فيش شي جدي مظبط كانت أول قاعدة من من فترة من يومين وقدموا عرض وضل نحكينا يعني ضلينا شي ساعتين عملت بالحديث ويعني ما وصلنا لشي بس إن شاء الله تنحل الموضوع قريبا بس ما عادت مع الرئيس عادت مع إداريين يعني فريق العمل آخر شي بدون يحكوا مع الرئيس يعملوا اجتمام معه ويرجوا يحكوا معي لأنه كمان يحكى أنه أحمد خير الدين وقع على كشفات الأنصار لما دي ثلاث سنوات هيك عم يقول يحكى ما عم بلك وصار في أسماء يعني اليوم الأنصار عم بيشتغل مظبوط يعني عم بيجدد عقد لعيبته حسن معتوق الحج مالك نزيه هلأ إنت إذا صارت الأمور مشيت كلها يعني ورا بعض اللعيبة كلها عم تتجدد وهيدا نصار نصار هيدا شي عم بيدل قديش للسياسة والفجن لقدام عم بتكون مظبوطة ليحافظ على لعيبته أكيد مت ما عم بتشوف ومتل ما الكل عم بيشوف هلأ كيف تغير الأنصار كيف عم نلعب فتبول ويعني النصار منه يعني بعضه عند عمره 32 بعد قدر يعطي 3-4 سنين برياحة معتوه ما شاء الله يعني فيه يلعب 45 بلبنان سيسي كمان عمره 31 حاج مالك هداف يعني بدك بدك تخلي هلعيبة كلهم هيدا الفريق ولمشكل اللي كان عم بيصير قبل بالأنصار بتعرف بيخلص الموثن بيروحوا سبعة لعيبة بيجوا خمسة جداد بيروحوا سنتلي بعضها بيروحوا تمانية بيجوا ستة بيضال يتغير الفريق فهيدا من بنح للفريق انت بدك تمشي بالسيستام هلا الحمد اللي عم نمشي بالسيستام على الكابتن جوهري وبدك تحافظ هلعيبة لأنه إذا بدك تشيلهم هلا وبتجيب العيبة جداد بدك ترجع تبلش كل شي من أول ونحنا طموحنا أنه أول شي ناخد دورة إن شاء الله والهدف في سنة الجاي أنه نقدر نجيب آسيا طيب نقدر نبدأ بماتش بكرة النجمي قديش هيدا الماتش هو دوربي نجمي أنصار خاصة أنت تكون لعب سبع لعبت مع النجمي ضد الأنصار وهلا مع الأنصار ضد النجمي قدي هيدا الجيم انت بيعني لك وقديش كمان جيم التانين مع العهد هالجيمين يمكن يحددوا كتير مصار الأنصار بالدورة أكيد هلا حاليا هول أهم ماتش عنا أكيد إذا نربح هن تنينات هن عملنا خطوة كبيرة لنقدر ناخد الدورة بس قبل ما نفكر بالعهد بدنا أول شي نفكر بالنجمي الماتش ديربي الماتش صعب كل شي ممكن يصير بالماتش شفنا بأول ماتش بالزهاب أنه نحن كنا مرئين بفترة كتير صعبة وكان الفيفوريت كانوا النجمي قادرنا نربح خمسة واحد نتيجة كبيرة فالديربي ما فيك تقول أنه هيدا الفريق أفضل أو هيدا هيدا الفريق الأفضل اللي حيكون مركز أكتر اللي ما يعمل أغلاط كتير هو اللي حياخد مية آه ما توفعوا بالأجانب طبعا بس أنا برأيي مناح يعني مش أنه مش أنه منه مناح بس أنت كفري بدك تعطي ساقة بالعيب تك إذا ما بتعطي ساقة خلاص نفسيا ما بيقدروا يعطوك مية كل شي بيصير بالفوتبول هيدا طابة بالنهاية ومفاجآت كتير بس كيف الأنصار خسر خمس نقاط بيماتشين وراء بعض يعني قديش هالشي معقول الأنصار بنهاية الدورة يدفع تمنع مظبوط بس ما تنسى كمان من وين نحنا جينا يعني وين كنا قبل وكيف رجعنا عملنا هيدا الكمباك هيدا بتصير بالفوتبول يعني عادي ضد رسنج كنا مناح كنا مسيطرين على الماتش صح عملوا نحنا مشكلتنا ضيعنا كثير قدام لو جبنا قوال كان ممكن الماتش يخلص مع احترامي للرسن كان ممكن يخلص 3-0 4-0 وخلص بس عكس عماتش برج لا ما كنا منح أبدا ما كنا منح أبدا ما بعرف شو صار بهيدا الماتش كان فيه أغلاط ملكل بس تعلمنا منح اجت هلا وما بتجي بعدين صح برج رجعنا على الماتش صفا اللي لعمنا هذه الجمعة قدمنا ماتش كبير وربحنا 2-0 وفريق صفا فريق كبير فريق منح بس قدرنا نسيطر على الماتش والحمد الله ماشي نقدر لهلأ زي بنحكي شوية عنك بالدورة الإصابة بعدتك شوي ما كتير كنت عم بتشارك لهلأ معك هدفين واحد قدام العهد بالمرحلة السادسة من الدورة واحد قدام الرسينج بالمرحلة الثانية من سوداسية الأوائل يعني هلأ معك هدفين بالرغم إنو مشاركتك مع بتكون كتير هلأ بتعرف بالزهاب إنو نحن الأنصار مرقنا بفترة ما كنا عم نربح وعم نتعادل و الفريق ما كان منح وأنا كمان كتمرق بفترة صعبة و هلأ رجعنا مع الكابتن جوهري وتغير مركزه عبل كنت بلعب أكتر شي وراء المهاجم بعد مع الجوهري صرت إلعب ارتكاظ يعني عندي رول جديد اللي هو عنو مشي الفريق من ورا فعم كون بعيد أكتر عن القول يعني بدي طلع طبع من المدافع لطلع عن النوس فعم كون كتير بعيد فمشان هيك يمكن يعني عندي يعني مع مس بطل تجيب قول أكتر متل قبل فبسكر مال البوزيشن طبعي إذا سجلت هدف بكرة ضد النجمة رح تحتفل لا بحياتي احتفلت ولا قول مع النجمة لو زمالي بيجيب قول ما بروح أركض لعند زمالي احتفل معه احترامي لجمهور نجمة لعنه مرقت فترة حلوة مع النجمة وهيدا جمهور احترمني وأنا باحترمه فما في يعني ما بقدر يعني أكيد نازل بدي يربح الماتش هيدا أكيد بس احتفل حتى إذا سمح الله ما جددت مع الأنصار وفلت مع غير فريق إذا بلعب للأنصار ويجيب قول للأنصار ما حيحتفل ما حيحتفل ما قولت ترجع عن نجمة إذا ما جددت عم بقول مع الأنصار ما بعتاد ليه ما أنت لعب محترف يعني عندك عروض أنا بعرف عندك عرض هلأ مش أنا ما بدي أرجع عن نجمة مش هيدا هلأ تغيرت الإدارة والأمور أنا بشوف بعض في مشاكل كتير بس هلأ أخاف لأنه ما عم بيبينو كتير بس تعرف نحن بالفضل نعرف هيدا ونعرف هيدا ونعرف هيدا ونعرف شو بيصير بالنجمة بيضال دايما مشاكل بالنجمة ما عش يعني ما عش عندي وقت له هيدا الشي عنو أنزل أطعب نفسي كرمال مشكلة صغيرة أو هاك أو هاك فأرجع النجمة كتير صعبة ما بقلك أنه بس في قلك 90% أو 95% أنه كتير صعبة عندك عرض هلأ من الهنت جاني عرض بالهنت مصبوط مصبوط شفت امرأة التليفونية أو شي أكيد أنت فان كبير لريال مدريد أنا وياك ما من اتفق بارسلون طبيعي للأسل يعني هالسنة كانت سنتكم بس السنة أنا هلأ بتذكر بس السنة ما بتذكر قبل جايين أيام صعبين للبرشلون هلأ لك هي أبداون يعني دايما في فرق بتلع فرق بتنزل فرق بتربح بس الجنراتيون الجديدة برشلون كثير منيحة جنراتيون الجديدة منيحة بس شفناهم بس هالسنة ما بتعرف شو بيصير سنتجاك بس شوف الجنراتيون ريال مادريد كمان يعني فلورنتينو بيريز عمل شغل كثير منيحة مع الريال جايب لعيبة صغار لعيبة بيقتله للفريق و ناطرين أمبابي كمان أمبابي خلص وصل ليش تجربتك ما كان يتنيش حبي كتر أول شي زهقت شوي هونيك لا لأنه بالدرجة الأولى أنه في ثمان فرق يعني بتلعب ذهب إيا أو كي يعني 7 مطوشي 7 مطوشي يعني 14 يعني اللي هو كتير قليل كدورة فتبول فبتلعب مرة بالشهر وبتزهع كل الوقت يعني بتروح التمرين حيات مع نصبك أنه لا حلوة بلد كتير حلو الكتر وكتير حبيت البلد بس زهقت أنا إنسان يعني بحب التمرين يعني يعني عم بتمرن تمرن لآخر شي روح الماش بتدربع هذا الماش بس إذا كل جمعة بتمرن 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 وما في ماش برجع جمعة الجمعة بتمرن بتمرن ما في شي وبرجع تمرن يعني بتلع ماش بالشهر ما زاد أكيد كمصاري كتير منح بس بعدين هيدا شي أثر علي بالمنتخب لأنه كن بوصل الكوتش بوقتها كان كوتش هاشيك بيرلي كم ماتش لعبان يعني تقل له لعبت ماتش واحد يعني منو حلو كالعي منتخب تجي وكون لعبان ماتش واحد فشوي شوي دوري بالمنتخب بأنه بطلت بطلت أساسي بنزل تاني شوت فالواحد بفكر لأنه أنا دايما بقول أهم شي عندي بالفوتبول هو منتخب هو نمبر وان عندي حلم لكل يعيب حلو الواحد يلبس كنزة بلده ويلعب لبدل لبلده فمشان هيك رجعت حكيت مع الأنصار لرجع على الأنصار هنا حكوا معي أنه كان بوقت على الأنصار مرئين بفترة منا منيحة وده قال لي رئيس قال لي حابب ترجع لتله أكيد فرجعت الأنصار نادر أنت بأول جيم بالدورة وقت الأنصار تعيدل مع الأهل النبطية 2-2 أخد بطاقة صفرة ومن وقت الهلأ ولا بطاقة أنا قليلا أخد بطاقة يعني بكل حياتي يعني صار عمري 32 يمكن أخدش 5 أو 6 أصفر مع أنه لعبك تاف يعني بمركز أنت معرض تاخد بطاقات بس زكي بعرف كيف قطش طاب أجمل جيم إذا أنت نادر إذا بيعود لحال ويقول أي أجمل جيم لألك وأسوأ جيم أجمل جيم بعد تاد الماتش لبنان تركمانستان بالمدينة ربحنا 2-1 تصفيات كسعالة من 2019 2019 جبت جيم ربح 2-1 وهيدا أول جيم مع المنتخب بلدي مع جمهور لبنان فهيدا بعد تاد أجمل جيم إلي ما حانسا يعني تعرف هالإحساس عنا بتجيب جيم ربح وجمهور عم بي شو لكان ف أجمل جيم وأسوأ جيم هيك ما بتحب تتذكروه أسوأ جيم أسوأ جيم أسوأ جيم مع بيخطر هلا قبيلا هلا هلا لا يمكن يعني واحد من واحد منهم يمكن 3-0 يخسرنا ضد العاد بعدها ب2018 بعدها 2018 خسرنا 3-0 ضد العاد مع النجمة وخلص أول شو 3-0 بس كان ممكن نخسر 6 أو 7 يعني هلا إذا بدأس لك أجمل جول أنت مسجل و أجمل هدا فدك تقلي يمكن جول منتخب مع توركمانستان إذا بدأس لك عن الأهداف إيه لأنه كان جول حلو مش بس كرمال ال سيتوائشن أنه جول ربع بس كان جول حلو بس في جول كمان راسنج اللي جبت من 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 3-4 شهر حلو كتير بعتاد عندي كذا جول حلو يعني أكتريات الجول اللي بجيب أنا شوطة من بره خلينا هلا رح نرجع للفوتبول بس نحكي إشي مهضومة شوي إذا هلا أنا ببعت لك أو بجيب لك ورقة بعطيك مكتوبة بالعربي صحيح أنك ما بتعرف تقرأ عربي تعطيها لأصحابك ليترجموا لك مصبوط يعني عوقات يعني يعني عنا جروب لعيبة أو جروب غير يعني بس يبعتوا شي بالعربي يعني وقت ما كنت متجوز بفرجها لأمار تبقلها ترجميلي أو هلا بعتها لحدا بقلت فيك تترجملي أو بفوت لترجم بس لك بعرف أقرأ بس بتاخد معي وقت كتير هلقد بس أصلا نحن بحكي عربي قبل وقت انت بتعرفني من زمان يعني وقت ما جيت على لبنان ما كنت بحكي منها هلا إذا بدك ترجع تنضي مع الأنصار هلا شو بتعطيون شو بتعطيون شو قتلي بالعربي الأولويين الأولويين شو هي الأهلوية العلوية الأهلوية العلوية للأنصار خلص العلوية للأنصار ت student هلعب قالني فقد تعودة كابتن ريد عنطر كابتن يوسف محمد كابتن معتو كالعايب لبناني السيدي منيح يعني ما انو الواو بس انو لعبت برا اخد اكسبرينس كتير اهلك كانوا ضد الفوتبول ايه انت كنت شاطير بالمدرسة مظبوط مظبوط بعضني متذكر كتبعنا بالكوت ديفور كان عمري 8 سنين كان في هايك تورنامنت بتعرف بين السكولز كان في واحد من فاين نورد روتردام الفريق يعني بيجي بلعيب من برا من افريقيا شافني حكا مع بي قالوا انو نحنا شفنا ابنك وعندو مستقبل كبير فبدنا ايه انو يجي انو اذا فيجي عالمدرسة ونحنا نهتم فيه وبوقتها لانو كان بعدني زغير تمنسني ما فيه يروح لحالي كان لازم واحد من او بيه وامي يروح معي وعيش معي بهولندا فبس بيه خبر لامي خوتت لا ابني ولا ما حتركوا وهيك وبيه كان شوية ضد بس لانو كنت بالمدرسة ما كنت تعاطل كنت شاطر بالمدرسة وضليت انو هايك بلعب المدارس مدارس وبس رحت عالانجولا ايجا واحد كمان واحد من فريق سبورتينج البرتوغالي شافني حكا مع بيه وبيه حكا معي قال لي انت عنجاد هيدا شي اللي بدك بحياتك تكون لعيب فوتبول تقول له ايه فخلني من انجولا بورتوغالي طب نادر مشكلتك مع فك الكتب في ثلاث مرات ايه كان اول مرة باسبانيا التاني مرة مع المنتخب كان عنا تورنامين بالسعودية بالفان و 2012 رجعت ثالث مرة ايه بس تصير تالت مرة لازم تعمل عملية لانو خلاص لانو اذا سار تالت مرة وما بتعمل عملية ممكن تصير بضل تصير معك فتالت مرة كان قبل ماتش ايران بالنهار واتمربحنا واحد سفر ولكبتن ريد عن ترجب القول فاكت فيه وكان حنكون اساسي هيدا الماتش كان اللي هي الكوتش تيو بوكر بوقتها فشافني عالفريد خوري الدكتور وقال لي صار لازم تعمل عملية بوقتها كان ايجاني عرض بلاس بالمس كان بعني باسبانيا بوقتها وكان ايجاني عرض بلاس بالمس كان بعضهم بدرجة الثالث باسبانيا بس باعدني ما كنت ماضيك ابنان ترى خلص هيدا الماش وروح ايجاني وراح اليي الكنتراو رح اليي انت بتحب دايما تكون المودريتر تدير اللعبة يعني باريف انه انت بتحب تلعب لعبة مافيا اسمه نحنا بالمنتخب بس نتجمع كلنا مع بعض فيه انو كارتز اللعبة اسمها واذا انت ما كنت المحور طبع اللعبة بتزعل وبتحرض لك ما بحب الواحد يغش يعني بتعرف اني في اللعبة بيحبوا يتزاكوا لانه هي اللعبة بدك تسكر عينك وتفتح في اللعبة يعنو هيك فبزعل بس واحد يرش يزعبر هاي الكلمة اه اوكي قديش خط احمر عندك البوزة قدي بتحب البوزة لا كل شي سويت بها بس انا انتبع بنتبع على الاكل يعني باكل كتير مني بس عندي ضعف تارت و سيترون تارت و سيترون من الفلوكون الفلوكون الاشرفية ايه قدي اداة بتحبها و اداة بتكلها عطول هلا هلا مش عطول لانه بتناسك بس 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 يعني بس يجوا الشباب اللعندي بحب يعني جيب من هيدا التارت و بس روح عند حدا حدا بيعزمني يعني بغرب روح على الفلوكون بجيب هيدا التارت و بجيب لوني اداة نيئة انت من بيكي يعني من ناحية طبية يعني اداة بتخاف على حالك و اداة بتحب يهتموا فيك و مساج و اخ و اخ اداة بيكي لا انتبق ادا فوتبول يعني فوتبول يعني جسمي اذا ما بتتبق بجسمي ما حدا حينتبق فاذا موجوع كيف بدي يعطي على المكسيمم فاكيد دايما بس بحس بشي بحب روح على الحكيم ما عرف شو عندي بسي بحس بشي و اكيد المساج كتير مهام الرياحا مهام للعائب الفوتبول فا يمكن عوقات بزيدة بتزيدة كتير اي بزيدة كتير الاولي بتبكي بتبكي بتدمي اه على الابر الصيني ايه ومين اكتر واحد بيحب بيعمللي هوا الابر الى الدكتور الى ماتني دكتور منتخب فما بقدر تعرف عوقات في شد عضلة في طعب لتفك هيدا الطعب بدك دق بالعضلة بالقبر فما بقدر مظبوط وين ما بتسافر وين ما بتروح وين ما بتجي هون بتفتش عمحلية البورجر لا مش محلة بورجر عندك ضعف تجاه البورجر لا مش كتير بس عندي شي دا يعني مرة بالجمعة بحب اكل هايك فاس فود لانو كل بقت النهار باكل بني يعني باكل كتير هالتي بس لا بس نكون مسافرين مع المنتخب قبل ما نسافر بدأ للمدير بسألوا انو وارع حين شو اسمه القتل وكل تفاصيل وبلش شوف شو فيه حوالي القتل فبس نوصل على مثلا من قول راحين ع دوباي ع دوباي انت اكتر شي بتحب تسافر ع دوباي حلو دوباي مروح ع بلد ما بار هاي اخر مرة رحنا استراليا رحنا ع السيدني بس روح السيدني بسأل وين القتل وبشوف شوفي حوالي القتل وبس نوصل لونيك لعيبي بيعرفوا قريدي انو انا بعرف كل شي شوفي حد القتل فبيجوا لعندي الشباب انو نادر وين اقرب قتل وين اقرب مطعم وين اقرب شي وين اقرب شي وين اقرب شي هلا مزبوط انت بتتجنب تروح على صهرات ازا فيها موسيقى عربي اف ما بحب موسيقى عربية على حلوى مرة هيك واحد يسمع بس من كتير فان الموسيقى عربية بحب اكتر انو لاتينو ميوزيك او افريكا ميوزيك هلا انت العربي عندك مكسر شوي فيه كلمات بيضلوا ما بيمرقوا يعني مسلا الاولوية للانصار طلعت علوية للانصار مزبوط هلا قل لي رغم من هيك غرم من هيك غرم ما بتقول رغم بتقول غرم رغم رغم غرم 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 جاري ما بتطلع معك غرم 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 من هيك غرم من هيك غرم كل شي غرم كل شي لماذا اكتبهدلني منقول لا اخر مرة بركب تزبط رغم كل شي ارجع عيدة رغم كل شي غرم كل شي طب هلقى مظبوط بالمطارات وين ما بتكون بتفوت بتفتي شوين في جلي لتاكل بتحبي كتير للجلي بحب كتير الجلي ايه مظبوط هلقات بس مش كل مرة بس ايه اغلبيات الوقت يعني بتسافر وبتضل بالطيارة اكتر اكتر يعني عم ضل دايما 3 ساعات اربع ساعات بحب جيب انو هاربوا هول سويت شوكلت او شي صحيح انو بيك صديقك يعني علاقتك مع بيك متل علاقة اثنين اصحاب بيحكوا مع بعض ايه بييه مي بيس رن عم ضل عطوصل دايما صبح وعشية و يعني يعني اكتر اكتر انسان بحكي معه بالنهار هو الاقرب لقلك اي هو الاقرب نادر خليني سميك أنا موضل الفوتبول لأنه دايماً تريئك كاتر إبانج يعني معروف عنك تلبس ماركات بتحب كتير الشكل وبتضل أنت دايماً بالشكل المرتب أدي بيعني لك هالشي حال الواحد دايماً يبين أنه مرتب وحلو مش ضروري أنه ضل تلبس ماركات بس أنا دايماً بس أدهار بحب كون هيك فاشن لبس حلو هلا إذا حدا عزمك على الأكل طبخة وفيها بنادورة بتيكل لا ما بحب البنادورة ما بحبها أبداً عيهات بس لك بحب الكاتشاب بس ما بتحب البنادورة بس ما بحب البنادورة خلص عندي يعني شو اسمه لا حتضحك علي كمان بالكلام ولو عقدي 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 بالبنادورة وبالكبس يعني هلأ بدنا نقول أولوية للأنصار رغم كل شي عقدي على البنادورة ما حنقول لأ ما حتطلع معي فقيل البنادورة والكبس ما بيمرقوه مستحيل مستحيل لأ ما بحبه طيب بس باكل تقريباً كل شي بس هول بنادورة والكبس لا ما بحبه نقدر بدي أرجع أحكي هيك حكينا إشي مهدومة هيك عنك وحلوين لزيزين هي بس أنا بس بس نخلص بدي أعرف من وين جبتوا لهول المعلومة كلها شرب ما يشرب ما رح قل لك طيب اليوم الأنصار عهد نجمي ثلاثة عم بيتنافسوا الفرق بين يتونجيم خلينا نقول نجمي أنصار رح يلعبوا مع بعض العهد بيلعب مع الرسينج نجمي أنصار بياخدوا نقط من بعض العهد إذا ربيح بيرجع بفوت من المنافسة بقوة وبعد في عندك ستة جيمز يعني ليخلص الدورة يلي هو هلا حاليا بعض في ستة يعني 18 نقطة بعد يعني كل شي وارد كيف تشوف ترتيب أول ثلاثة بآخر الدورة ترتيب أخر ثلاثة أول ثلاثة أول ثلاثة أول ثلاثة سوري عنصار هيدا أكيد نجمي نجمي وعاد أنا هايك شايف عنصار نجمي عهد نعم لأنه شايف العاد نظل مستوى هون كثير يمكن ما بعرف يمكن من ورا إسيا من ورا الإخسارة أبل الفنال فشوف نجمة متحمسين اكتر لياخدوا دوري فانا هيك شايف انصار نجمة عاد بتعرف الدوري هالموسم حلو يعني ما حدا بيعرف المنافسة كتير قوية مش متل قبل مزبوط لان قبل اريدي بتعرف من قبل اربعمتوش انو من حياة الدولة او بيضل بين فريقان بس هالمرة بضل يعني كان في صفا كمان قريب لو مسلا صفا ربحوا علينا صفا ايه لو ربحوا على الانصار فاتوا بالمنافسة مزبوط فهالفترة حلوة حلوة هالمنافسة يكون انو فرق نادر قدي حلو وقت تلعب مع اكبر جمهورين بلبنان يعني لعبت انت مع النجمة ولعبت مع الانصار قديش حلو كلاعي بيسمع هالجمهور عم بيشجع عم بيحمي الفوتبول بلا جمهور مرأ فترة طويلة لعبتو بلا جمهور ما الى طعمة فوتبول بلا جمهور يعني انت بدك تحس هاد هول الناس اللي بيشجعوك اللي بيكونوا اللي بيضلوا وراك ماش بلا جمهور كانوا عم برايحة تتمرن يعني كانوا برايحة تمرين وتتمرن هادي ما في حماس فا وللاسف بتعرف من وقت صار الكورونا والهزمة بالبلد بطلنا يعني نلعب الملاعب الكبار يعني مثل مدينة شلو سنتج عم بيلحكة رسميا انو رح تكون جايسي دايما عمين حكا هيك يعني كل مرة بسمع نسل حكي بس بدنا نشوف شو حيصير بس ان شاء الله يرجع هول ملاعب لانو هيدا الشي كمان بيأس بتأسر على المنتخب كمان كنت عم تلعب بجونية جونية 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 عم بتروح لبرا بتمثل منتخب عم تلعب على عشب طبيعي ما ديها الشي بيأسر تفرق كتير عالم بتفكر انو خلص عالم ما بيعرفو هاشي ما بيعرفو الكنترول طابي غير الطابة اللي بتل طابت الحشيش مش طابت طابت الملعب استيناعي it's totally different الشوز استيناعي different عالشوز طبيعي كله بتفرق فمشان هيك نحنا كمنتخب رجعنا شوي لورا انو كفريق يعني فان شاء الله سنتجا يتغير هيدا الشي ويرجع ملاعب متل صيدة متل مدينة ومش انو دايما جوني 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 صراحة زاقنا طب نادر شهر الجي عنا المنتخب ماتشان مهمين مهمين خاصة ماتش فلسطين وفلسطين يعني بالمنطق بيكفيها التعادل صار يعني نحنا صار لازم نربح على فلسطين مازبوط بتعرف نحنا ما عنا شي يعني التعادل بتطلع برا خسارة بتطلع برا انت بدك تربع حول ماتشان ماتش فلسطين ماتش صعب لعبنا ضدن بالزهاب لعب ضدن هني 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 منتخب الفلسطيني يعني خنيني قول مستوي متلنا ايه انا مني مني صراحة كمنتخب اني تقريبا نفس الشي بس عندهم لعيبة محترفة بالخارج اللي سمعت في كم لعيبة من برا سمعت مش ما عم بتتبعون كتير بس كمان من فترة سمعت جايين جايين لعيبة جداد كمان من برا فحيكون ماتش صعب للفريقا مش بس اللي قلنا فاهم شي نكون مراكزين وان شاء الله الله يبعد الإصابات عن كل اللعيبة ونكونوا كلنا موجودين وان شاء الله ندر 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 على سيرة المنتخب خليني قول في اسماء كتير انضمت للمنتخب على اساس لعبين من اصول لبنانية محترفين بالخارج هني عم بيحكوا عم بيجربوا يجيبوا لعيبة من برا بعد لها لا بعد لها عم بيجربوا بس بتعرف انت عم تلعب برا يعي مثلا في لعب مثلا ألماني لبناني بعضو صغير عمرو 18-19 الاتحاد بيدا قلو انو بدنا اياك تجيب على المنتخب بيفكر بالموضوع اذا لعب هون ما بعوض يلعبوا معك اي اذا بلعب هون ما عاش برجى هونيك فبيقلك انو خليني انتر شويل لشوف اذا بقدر اللعب معا ألمانيا مثلا ما قدرت اي برجى فأكيد نحنا نحتاج هون اللعيبة اللي بيلعبوا برا انو كاكسبرينس يجوا يساعدوا المنتخب بس كمان عنا لعيبة مناحة باللبنان يعي ما حنكذب ع بعض عنا لعيبة مناحة فمتل ما قلتلك ماتش دوت فلسطين هيكون ماتش صعبة نادر عم تقلي عنا لعيبة مناحة اكيد عنا لعيبة مناحة اذا انت بدك تصويت لا افضل لعب لبناني هالموسم مين افضل لعب هالموسم لبناني واجنبي لمين بتصويت تحت حالي عجنب لا فيك تصويت لحالك اذا ما بدك تزلك حالك افضل لعب لبناني هالموسم صعبة اكيد واحد من العنصار اكيد واحد من العنصار واجنبي حجمالك اجنبي ايه فينا نقول حجمالك لانه صعدنا كتير وعم بيجيب قوال ايه اكيد يعني اكيد اكيد حجمالك كنا واجنبي حجمالك تعالى واجنبي لبناني مرد رأيه من دون دخول بالاسباب حسام اللواتي خسارتي للعنصار انه فل اتوافقني؟ اكيد لانه قدم موسم حله مع العنصار هذيك سنة كنا شوية مناخد دورة يعني وصلنا الاخر ماتش ولعيب كبير لعيب خبرة أكيد أنا دايما إذا أنت بدك جيب أحسن منه أوكي نحن هلا وصلا هيدا شيء اللي بدنا بدنا واحد أنه يكون منيح ليساعدنا بس إذا ما عم جيب أحسن منه ما فيك تفلل له ما فيك تفلل لعيب مثل حسام بس الحمد لله اللي عم بيصير معنا هلا حاليا بالعنصار يعني يعني ما عم بقلك ناسين يعني نسينا حسام لأنه بس الفريق ماشي هلا بلا حسام وممكن ناخد دوري هلا عاربة إن عندك أجانب هشام عبدالله إشاكا الحج مالك وبتعرف كمان نحن يعني أكيد نجمة بلعبوا عوقات بأجنب واحد بس نحن كمان ما عم نلعب الأربع أجانب نلعب أكترية اللي متوشي منلعب بثنين أجانب بس أنت بتلعب بثنين بتبدل ثنين بتبدل واحد أنت بتبدل أجنبي بأجنبي أنا معك عم بتبدل عرفت عندك لعب فلسطيني محمد حبوس هو أجنبي هالسنة مستوى عم بحثي يعني من أفضل خليني قول الأجانب واللبنانيين هيدا ما عندو يا فريق النجمي ما عندو نيان بس عندو اللعيب اللبنانيين ممتازين يعني حتى بالعنصر الفلسطيني أنت بتتفوق على فريق النجمي عنا 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 حبوس وعنا حمزي حسان كمان مية بالمية معنا فيك تعتبر عنا أربعة أو اثنان فلسطينيين وعنا معتوب تعتبر كمان أجنبي عالمي ففيك فريق كأسامة الموسم الساسي ما شاء الله يعني اسم الله عليه نادر مطار كيف هم يلعب مكسيم عون كعفراني مكسيم صار وقت أنه يجي على المنتخب مكسيم عون أنه عبشر موسم منيح حتى هيداك موسم لعب تقريباً شكراً وكان كتير منيح هالسنة كمان إذا بيخد الأسامي بين نصار وبين نزيه وبين كعفراني وبين الدفاع الوسط الأسماء الموجودة بالأنصار مش مقبول يعني ما تكون عم بتنافس وعم تربح دوري وقولك هلعابة هني ذاتهم اللي كانوا بأول دوري وقولك شو صار معنا جاهز الفني فرق إيه جاهز الفني فرق كسير نادر عندي آخر شي لنختم عندي فكرة أبيض رمادة أسود بدك تعطيني الكالرز للأشخاص أو البداي أعطيك هني الأبيض يعني بتكون كتير راضي عنه والرمادة الأسود خلص تفورجيت ديل هلا أنا بدي نقم واحد من هل أنت بدك نقم الألوان أوكي أنا بعطيك خلية نبليش جمال طاها أي لوم بتعطي أبيض يعني راضي عنه كتير رمادة نص نص أسود مني راضي عنه مش عارف شو بدك تقللي بعده ما عرمشو لا لا آآ 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 أنا في يرجع أبيض الأبيض أبيض أو رمادة أو أسود ايه بس اذا بستعمل ابيض مرة فيه يرجع استعمل ابيض جمال طه ابيض وقت كين كوتش كنت راضي عنه هلا كشخص كانسان ما عندي شي دود الكابتن جمال انسان اصير محترم كم درب خلاص عندي انا فكرتي بالفوتبول وعنده هو غير فكرة ما منتفق على فينا نقول تلي ابيض احمر احمر ابيض رمادة اصود رمادة يعني بالنص ا فما دافت اربع جانب بالدورة هالموسم على ارض الملعب ايه لون تعطيون ابيض رمادة او اصود اربع الجانب اه عن بيكونوا على ارض الملعب بحكي ارار الاتحاد انه عندك اربعة اربعة انت معandra الفكرة باس ما بقولوا انه بياخدوا من محل اللي بعب اللبناني بياخد 관리 لبناني بس على كيف بدك تشوف انت اجانب لازم يطور دوري لبناني وطور لعيبة فانت اذا بتجيب لعيبة المستوى من اللعيب لبناني لا ما يلاعازه بس اذا بدك جيب لعيبة سوبر لا ابيض بس اذا انت بدك فريق جيب لعيبة من ومستوى عالي لا ساعته اسود يوسف الجوهري اي لن تطير اوه في الف ترانس بارو ارميBE يعني لا ابيض 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 يعني ابيض 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 اياني طبيعي كثير ايه اه ايه اه احضر سؤال ادى انا حس ابيض رمي باس اصد اصد ما عندي ما عندي شيء بوزيتيف يعني بس اسمع هل اسم وتذكر هيدا الشخص بتذكر انو مرد بفترة انو صعبة صعبة مع هيدا الشخص ومش حابة تذكرها يعني حابة تذكرها ليه ليه هي قصة جديد او شو صار او نعدد او لا انو قصة انو اول ما اجس كان حيخلص عقدي انا ومعتو معتو مجدد راح على العنصار وانا كنت حابب ضل مع النجمة كنت مبسوط بالنجمة اتفقنا بكل شيء وانا قلت له للسقال قبل ما نجدد قلت له لك انا العيب بروفشونل وبعطي كل شي لهيدا الفريق وهو معروف انو بالمصاري انو بيتأخر وبيجرب انو يضحك عليك على اليمين والشمال قلت له ما تضحك علي بمصرياتي يعني مثلا عندي دفع بهيدا الوقت بدك تعطيني بهيدا الوقت عندي معاش بهيدا الوقت بدك تعطيني بهيدا الوقت قال لي اوكي لا ما تعطي الهم مضينا الكنترا كان كله تمام وصلنا لنرجع نبلش الموسم ناكس فإجا الوقت بده يعطيني معاش دفعتي ما بده يعطيني دفعتي قال لي بعتك نص هلا وبعتك نص بعدين يا عمي من شهرين بعنا عم نحكي عن الموضوع يعني يعني انت اذا تمضي على الكنترا مع حدا بدك تمشي بالكنترا إذا ما معك مصاري قال لي يا ما بجدد معك فصار بلش مشاكل هيك شوي 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 بعدين صارت الثورة صار مشاكل بالدولار بالبلد صار بدنا شهرين معاش قالنا بدنا بدي يعطيكم المعاشاتكم باللبناني لانو ما في دولارات وصار لبناني بطر 1500 صار تقريبا 1700 وهيك أنا الكنترا طبعي بالدولار قال له ما بقبل يعني عندي كونترا بالدولار يعني لي بدي أخد باللبناني قال لا بدك تمشي مع الفريق وهيك وهيك ما قبلت ضلينا ناطرين كلتة شهور بطل يعطيني لا عطاني معاشي ولا عطاني أجار بيت يعني هني اللي بيدفعوا بيتي ما بيعطيني أجار بيت عم بيدفع البيت من جيبتي آخر شي راح تلع عنده قالت له لك ريس أنا بفهم في مشاكل مشاكل بالبلاد وما في مصاري وبلا بلا بلا فأنا بدي طلب منك والدوري كان موقوف يعني ما كان فيه دوري يعني توقف الدوري وما كنا عم نلعب قالت له لك هول تلتة شهر اللي مرقوا ما بدي يعني ما تعطيني مصاري عطيني أمضاء كنت ماضي ثلاث سنين مع النجبة وهيدي بلشت بأول موسى قالت له عطيني أمضاء ما بدي المصاري خلص انساهم عطيني أمضاء وهيك هك ما في فوتبول بلبنان خليني يطلع لبرة يعني اي كان بلاي اوتسايت لبانان قال لي لا ما حاطك أمضاء لابدك تعطيني مصريتي ولابدك تعطيني أمضاء شو شو أنا كيف بدك بدي عيش يعني بدي ضل قعد بالبات هك فأخر شي حكيت مع محامي بالبرتجار ورفعنا ضعوة عن نادي وفلت فأخر شي اللي ما بيعرف من جمهور النجمة ليه فل نادر هيدا السبب يعني مش أنه صار هيك صار وفي ناس بيعرفوا بالقصة يعني في كام ناس بيعرفوا بالقصة هذا شي اللي صار ما صار شي واخر شي المشكلة بلبنان كمان باللعبة وفي رؤاسة ما بيعرفوا بالقوانين بالفتبول يعني بتعرف البلد يعني هيك ما في قوانين بالبلد مش بس بالفتبول بكل شي فمفكرين أنه إذا برفع دعوة خلاص فيهم يحكم على التحاجة برا ما في مزح برا برا ما فيه ما في مزح برا نادر أنت بتعرف أنت مثل خيي وانا بحبك كتير وبيحتاجك شكرا ما في قدر بيعطي من قلبه شكرا 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 شكرا